شو صار اليوم من تماني الصبح لتماني المساء ردت إيران على اغتيال نصر الله واغتيال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيل فروشان اللي كان معه واغتيال إسماعيل هنية ب31 تموز الصبح أصف حزب الله قاعدة عسكرية بتال قبيب بعشر صوريخ باليستية تقريباً من نوع فادي أربعة لأول مرة هيدا سادس صاروخ جديد بيكشف عنه الحزب خلال أسبوعين وعملية اليوم انحطت بإطار سلسلة عمليات خيبر بإشارة لرد أوسع ومجهز كمان الصبح علن متحدث باسم جيش الاحتلال أفخي أدرعي أنه الاشتياح البر بلش من مبارح بس بعد ساعات أكد المسؤول الإعلامي بحزب الله أنه الجيش الإسرائيلي ما تخطى لحدود ونفت تقرير اللي حاكت عن مواجهات مباشرة بكل الحالات هدد جيش الإسرائيلي 28 مدينة وبلدة جنوبية وأمرهم بالإخلاق لعند نهر الأول الساعة ثلاثة متحدث باسم جيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عامل مؤتمر صحفي وادعى أنه نكتشفوا مخطط لحزب الله ليجتاح الجليل وقال أنه عشان هيك رح يجتاحوا لبنان نشر هاجاري المخطط اللي طلع عبارة عن خريطة جنوب لبنان وشمال فلسطين شي بيشبه رزنامة قيام الأسبوع اللي فكرها أسامي مؤتلين بحماس وقت مستشفى الشفاء أمريكا ذكرت أنه بعتت ثلاث أسراب من الطيارات الحربية على المنطقة منطقتنا ونوصل أول سرب منهم بالجنوب أصف الجيش الإسرائيلي طريق قبل الساق كوكبة بشكل بيقطع مرجع عيون عن حاصبية بالداودية مجزرة ببيت دياب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنة من أربع طوابق وقتلت عشر أشخاص من نفس العائلة بالضاحي استهدف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية ببير حسن بمنطقة أول مرة بتنقصف ضغري جنب المبنى في مستشفى وقدامه في طريق المطار صيدة شيعت شهداء مجزرة عين الدلب الحصيل النهائي طلعت 71 71 شخص قتلتهم غارة إسرائيلية واحدة بلحظة واحدة ترجمة نانسي قنقر